صابون الجليسرين الزجاجي بمنتهى السهولة وبرضو في خمس دقايق. تعالوا نستيدي مع بعض. اول حاجة بزيد بحط شمع اللي هو حمض الشمع وباخد مية وخمسين جرام بالزبط. وبنزل فوقيهم بمتين جرام تكسبون جل ان سبعين. وباضيف خمسين جرام جليسرين. وباضيف مية جرام من زيت جوز الهند. وباضيف متين وخمسين جرام من المونو بروبولين جلايكول. وبقلب تقليبة بسيطة كده قبل ما اخدهم على النار. وطول ما الخليط بتاقي على النار ما بشدش ايدي خالص من التقليب لحد لما يدوب تماما. وهو عموما مش هيخد يعني دي او نص يعني. اشتركوا في القناة اول لما شامع حمض اجتمع بتاعي دي بشلت على طول من على النار. وببتدي ان انا اضيف المحلول للصودا بتاعي عبارة عن مية جرام مية واثنين واربعين جرام هيدروكسيد السوديوم بيلي. مش قشور لان القشور آآ بتغبش آآ شوية وبقلب منزل بشويش وبفضل اقلب اقلب. اهم حاجة انها تدوب كويس قوي. وبضيف ميتين جرام من السوربيتول. لو انت ما عندكيش سوربيتول تقدر تستعملي مية جرام سكر تدوبهم في مية جرام ماء مقطر. آآ بس تعملهم على البارد يعني تدوبيهم كده تيبوا محلول على البارد ما ميتخدش على النار يعني. دلوقتي انا باخد آآ كده كمية بسيطة من الصابون بتاعي وهدوبه في مية آآ علشان عايزة قيس والحقيقة المرحلة دي كان مفروض اعملها قبل ما حط السوربيتول آآ بس معلش مش هتفرق آآ عشان قيس القراية بتاعة الصابون بتاع لان النوعية دي من الصابون آآ بيكون بتاعها عالي شوية وانا محتاجة ان انا انزله. آآ انا انا محتاجة ان انا اوصل آآ لبي اتش آآ تمانية آآ هنا مديني آآ مديني آآ 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 يعني اغمقت شوية دخلة على دخلة على العشرة. فانا محضرة آآ محلول آآ آآ ملح لمون مع ماء مقطر آآ كمية من ملح اللمون بحط آآ آآ قدها ضعفين او ثلاثة آآ آآ ماء مقطر. آآ آآ وبانزل آآ آآ حبة بسيطة بتزبط لي البي اتش آآ بتاعي على طول. هبتدي انزل بيها بقى شوية كده. انا هايز ا اوصل آآ لبي اتش بتاعي لسبع كمان مش آآ مش آآ مش تمانية. وهضيف آآ آآ التراي اثينول آآ 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 بتاعي علشان آآ يزود لي آآ شفافية آآ 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 اخدت عشرة جرام بالزبط آآ تراي اثينول آآ 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 tv وبفضل اقلب لحد ما اوصل آآ يعني كل ما كل ما اتقلبي كل ما هتوصلي لشفافية اعلى. هبتدي انزل في الاولب بتاعتي. مهم جدا ان انا ارش آآ كحول آآ ستة وتسعين آآ على الوش آآ عشان ده بيزود الشفافية جدا في الصابونة بتاعتي. ودي المقادير قدامكو. المكونات آآ خدوها بقى كده او انقلوها. الصابون اخد مدة طويلة بالمجمد لان مدة طبعا النوعية دي متى تدريش تحطيها في التلاجة تجمل. آآ خد حوالي ساعة ونص تقريبا. وزي ما انتوا شايفين كده النتيجة رائعة والشفافية آآ فعلا رهيبة. واعز اقول لكم ان 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 بكرة ان شاء الله آآ لما اعيد آآ ادوبه تاني الشفافية بتاعته بتزيد. كل ما اتدوبيه في آآ في المايكروويف وينشف والترجاع الدوبيه الشفافية بتاعته بتزيد جدا. آآ وان شاء الله هنعمل منه آآ وصفات آآ حلوة قوي. شايفين يعني تقدري آآ تقري من خلاله. انا اخترت حتى يعني حاجة خدتها آآ زغير من مجلة كده. مهم جدا ان انت تغلي في الصابون لحد ما تعيدي تزويبه تاني. آآ ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبي لي كومنت واشوفك ان شاء الله في آآ في فيديو جديد. تصوير